نتحدث اليوم في أنماط السلوك الجماعي وعلى الرغم من إدراك الكتاب التغليدين أمثال فريدريك تايلور وكذلك ماكسي فايبر وقيرهم إلا أن هناك أنماط كثيرة غير النمط الكلاسيكي يمكننا الحديث عنها من خلال الحديث عن أنماط السلوك الجماعي ونقول أنه لا بد من تحديد المعايير التي تحدد النمط السلوك المرقوفي وقير المرقوفي من أعضاء الجماع ولا بد من الاتفاق بالإجماع من قبل أعضاء الجماع على النمط هذا ولا بد أن يعي أفراد الجماع وجود هذه المعايير والالتذام بها والقدرة على مكافأة من يتمثل لهذه المعايير والعكس إن ذال العقوبة على الخارجين عنها وبالتالي نقول أن وضوح هذه المعايير حتى يتمثلها العاملين أو يتمسك بها وهو أمر ضروري ومهم لكافة الأفراد حتى يستطيعون أن يتمثلوا هذه المعايير وهذه المعايير تعمل على التحكم في سلوك العضاء وتأخذ صفة الإلزام لدى جميع الأفراد تكون شبه ملزمة على الجماعات في المجموعات الصقيرة وتأخذ درجة كبيرة من الإلزام كذلك في المجموعات الكبيرة والجماعات الصقيرة من الممكن تحديد هذه المعايير بدقة وبالتالي تكون توقعات من كل عضو واضحة بناء على المعايير المحددة مسبقا والتي تم الإجماع حولها وهنا في المجموعة الصقيرة دور القايد هو دور كبير وأكثر فعالية في أن يلتزم أعضاء هذه المجموعة أو يتمثل هذه المعايير وكذلك اختلاف المواقف والمهارات بين أعضائها واستبعاد الغير ملتزمين بالأنماط السلوكية المحددة لأن هذه الأنماط أو المعايير هي تلفز كل من لا يلتزم بها ويكون مستبعد أو غير مرغوب في استمراريته في الجماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته